بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كم 233 نبدأ في هذا الدرس في شرح الوحدة الثالثة التي تختص بوزن معادلات الأكسدة والاختزال وتهدف هذه الوحدة إلى تعريف الطالب بطرق وزن معادلات الأكسدة والاختزال حيث توجد طريقتين لوزن معادلات الأكسدة والاختزال ثم يجب أن يعرف الطالب بعد نهاية هذه الوحدة قواعد وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة الأيون إلكترون وأيضا بطريقة أعداد الأكسدة طرق وزن معادلات الأكسدة والاختزال توجد طريقتين الطريقة الأولى هي طريقة الأيون إلكترون وتعرف أيضا بطريقة نصف التفاعل أما الطريقة الثانية فهي طريقة أعداد الأكسدا وسوف نتعرض بالتفصيل للطريقتين ونبدأ بطريقة الأيون إلكترون توجد سبعة خطوات لوزن معادلات الأكسدا والاختزال بواسطة طريقة نصف التفاعل الخطوة الأولى هي أن تكتب نصفي تفاعل الأكسدا والاختزال كل على حدة بطريقة نصفي التفاعل كما شرحناها سابقا توزن الزرات التي حدث لها أكسدا والاختزال على جانبي نصف التفاعل بمعنى أن يتساوى عدد الزرات في المتفاعلات والنواتج ثم الخطوة الثالثة هي وزن الأكسجين وذلك بإضافة جزء ما عن كل ذرة أكسجين ناقصة الخطوة الرابعة هي وزن الهايدروجين وهنا يجب أن تنتبه هل الوسط الذي يجرى فيه التفاعل هو وسط حامضي أم قاعدي إذا كان الوسط حامضي يوزن النقص في زرات الهايدروجين بإضافة أيون هايدروجين عن كل ذرة هايدروجين ناقصة أما إذا كان الوسط قاعدي يوزن النقص في زرات الهايدروجين بإضافة جزء ما عن كل ذرة هايدروجين ناقصة وفي الجهة الأخرى نضيف أيونات الهايدروجين عن كل جزء ما تمت إضافته الخطوة الخامسة هي وزن الشحنات وذلك بإضافة إلكترونات إلى كل نصف تفاعل على حدة ثم توحيد عدد المعامل الحسابي للإلكترونات وهنا نقصد أن عدد الإلكترونات المفقودة يجب أن يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة والخطوة الآخرة هي تجميع نصفية التفاعل بعد أن نتخلص من الإلكترونات في كل المعادلتين ونجري الإختصارات اللازمة إن وجدت بهذا ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمياء الكهربائية في دروس